السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا على قناتكم قناة مغربي وبريطانيا مروكن اند بريتيش نستمر معكم في تقديم مسجدات تأشيرة الزواج والخطوبة البريطانية ونقدم لكم التواريخ التي حصلت على تأشيرتها في الأسبوع الثاني من ديسمبر إذن نبدأ مع أول مثال في هذه الحلقة هذا الشخص يقول بأنه قد قدم معلوماته البيومترية في العشرين من يوليوز من العام 2022 وقد طلبوا منه أن يرسل بعض الوثائق الإضافية في التاسع والعشرين من نوفمبر من العام 2022 يقول بأنه قد تلقى إيميل لسحب جواز الصفر في الأول من ديسمبر وقد قام بسحب جواز الصفر الخاص بزوجته في الخامس من ديسمبر من العام 2022 يقول بأنه قد قام بإرسال طلب مؤدانه للاستعلام عن قضيته وقد تبين بعد ذلك بأنه قد تم اتخاذ القرار إذن جاءه الرد بأنه قد تم اتخاذ القرار فيما يخص تأشيرته نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم معلوماته البيومترية في التاسع والعشرين من يوليوز من العام 2022 بعد ذلك قام بآداء طلب في التاسع من ديسمبر وقد قاموا بالرد بأنه قد تم اتخاذ القرار يقول بأنه قد تلقى الإيميل الخاص بالقبول في الثاني عشر من ديسمبر وقد تطلب الأمر خمسة وتسعون يوم من أيام العمل يقول بأنه قد احتفظ بجواز الصفر إذن عندما طلبوا منه أن يقوم بالإدلاء بجواز الصفر حتى يتم وضع الإشعار أو التأشير في جواز الصفر إذن يقول ملاحظة أي شخص لديه أو قام بتقديم المعلومات البيومترية قبل هذا الشخص يعني ما بين العشرين والثلاثين أو أقل من هذا التاريخ إذن يجب أن يقوم بالتواصل مع الهوم أوفيس وإرسال رسالة حتى يستعلم عن قضيتي لأنهم يعملون بشكل مكثف الآن على هذه التواريخ نمر إلى مثال آخر بعد التواريخ التي حصلت على تأشيرتها من شهر غش إذن هذا الشخص قدم معلوماته البيومترية في الثاني من غش وقد جاءه إيميل القبول في الثاني عشر من ديسمبر من العام 2022 يقول بأنه قد قام بتأدية ثلاث طلبات للهوم أوفيس حتى يستعلم عن قضيته وقد قام باستخدام أو توظيف مستشار قانوني إذن هذا أول تاريخ من شهر غش لكن العمل على شهر غش لا يزال بطيئا نوعا ما إذن نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم معلوماته البيومترية في الثامن من غش من العام 2022 يقول كذلك بأنه قد توصل بإيميل القبول من الهوم أوفيس في الحادي عشر من ديسمبر من العام 2022 يقول بأنه قد تطلب الأمر 88 working days حتى يحصل على الرد إذن يقول date of decision letter كانت في الثامن من ديسمبر من العام 2022 إذن ما يجعل الأمر مثلا 87 يوما من أيام العمل يقول بأنه الآن فقط ينتظر جواز السفر الخاص به أن يتم إرساله إلى البريد الخاص به نمر إلى مثال آخر هذا الشخص يقول بأنه قد قدم المعلومات البيومترية الخاصة به في الثامن من غش كذلك حيث يقول بأنه قد تفقد الأبليكيشن الخاص به ووجد بأنه قد تم إرسال الجواز السفر الخاص به في يوم الجمعة ويقول بأنه في طريقه إلى المنزل يقول بأنه لم يستخدم أي محامي أو مستشار قانوني لم يقم بإرسال أي طالبات للإستيلم من قضيته ولم يرسل أي إيميل أو لم يتلقى أي إيميل منهم أوفيس يسألونه عن معلومات إضافية أو وثائق إضافية ويقول أيضا بأنه قد كان متوترا بعض الشيء لأنه لم يقم بإرفاق الصور أو المحادثات الخاصة به وبزوجته إذن يقول بأنه كان ينتظر أن يتم الطلب لأن يرسل وثائق إضافية لكن كان الأمر إيجابيا ولم يسأله أي شيء إذن هذا لا يعني أنه لا يجب إرفاق أو إرسال هذه الصور والوثائق الخاصة مع التقديم للتأشيرة إذن ننصح جميع المتابعين أو الذين يريدون التقديم لهذه التأشيرة أن يقوموا بإرفاق جميع الصور والمحادثات حتى تكون أو يكون القرار إيجابيا إن شاء الله نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم معلومته البيومترية في 11 من غشت من العام 2022 ويقول بأنه قد تم إتخاذ القرار في هذا الأسبوع الذي مضى إذن يقول بأنه قد تلقى هذه الرسالة من الهوم أوفيس يخبرونه بأنه قد تم إتخاذ القرار إذن يجب عليه أن يمر أو ينتظر الرسالة الخاصة من التاليس حتى يذهب إلى سحب جواز الصفر الخاص به إذن ننصح كل المتابعين الذين لا يزالون ينتظرون وتواريخهم بين العشرين والعاشر من غشت أن يقوموا بإرسال بعض الطلبات حتى يستعلموا عن قضيتهم وربما يأتيهم الرد بأنه قد تم إتخاذ القرار الآن نمر إلى بعض الأمثلة الخاصة من المغرب أمثلة خاصة ببعض المتابعين الكرام هذه المتابعة الكريمة تقول بأنها قد قدمت معلوماتها البيومترية في العشرين من ماي وقد قاموا في هذا الشهر بإخبارها بأنه سيكون هناك استجواب إذن عبر الهاتف تقول بأنها قد مر الاستجواب وقد حصلت أو توصلت بإيميل حتى تذهب لسحب جواز الصفر في هذا الأسبوع الماضي إذن تقول بأنه قد تطلب الأمر 141 working days إذن بالنسبة لبعض الأشخاص كذلك من المغرب لديهم قضية متأخرة بعض الشيء وقد تتطلب أكثر من 24 أسبوع إذن متابع آخر يقول السلام عليكم وصل المحامي اليوم إيميل قبول تأشيراتي الحمد لله أنا قدمت معلوماتي البيومترية في الرابع والعشرين من يوليوز من العام 2022 واليوم في الخامس من ديسمبر أرسلوا لي إيميل نجاح التأشيرة إذن شخص آخر يقول إذن يقول بأنه قد توصل بالإيميل الخاص بقبول التأشيرة وإن شاء الله سيقوم بسحب جواز صفر عما قريب إذن كانت هذه بعض أمثلة القبول من المتابعين الكرام هنئا لكم وشكرا لكم على المشاركة إذن نمر إلى شخص آخر من المتابعين الكرام كذلك لكن في هذه الحالة تم رفض التأشيرة الخاصة به إذن سنرى ما هي بعض الأسباب التي ذكر هذا المتابع الكريم عن رفض تأشيرته يقول بأنه قد قدم المعلومات البيومترية قبل خمس أشهر وقد قاموا بالرد عليه مؤخرا بأنه قد تم رفض التأشيرة إذن يقول بأنه لم يقدم الوثائق الكافية للهوم أوفيس وهذا هو السبب الرفض المباشر إذن يقول بأنه قد ينتظر مدة خمسة أشهر لكن رغم ذلك رفضوا تأشيرة شاهد من هنا نقول لكل المتابعين والأشخاص الذين يريدون التقديم لهذه التأشيرة وكذلك هذا المتابع الكريم الذي تم رفض تأشيرته في المرة القادمة إن شاء الله يجب التأكد جيدا من أن جميع الوثائق موجودة وكذلك التأكد من إرفاق جميع الوثائق خاصة الوثائق الخاصة بامتحان الآيلس لأن بعض الأشخاص يظنون بأنها غير مهمة لكن للأسف هي مهمة جدا إذن نمر إلى شخص آخر يقول هل يعني أنهم يعملون على قضيتي الآن إذا توصلت بهذا الإيميل أو أنه فقط إيميل يتم إرساله أو إيميل أوتوماتيكي يتم إرساله لكل شخص يسأل هذا السؤال يقول بأنه كانت معلوماته البيميترية في الواحد والثلاثون من غش إذن بالنسبة للواحد والثلاثون من غش لا يزال الوقت مبكرا قليلا لكنهم يعملون الآن كما رأينا بأنه هناك بعض التواريخ من الأسبوع الأول من غش إذن هذا الشخص توصل بهذا الإيميل بعدما قام بإرسال طلب مؤدانه للهوم أوفيس ويخبرونه هنا بأنه إذن لا يزالون ينتظرون اتخاذ القرار فيما يخص قضيته لأنه كما قلنا التاريخ لا يزال مبكرا قليلا حتى يتم اتخاذ القرار فيما يخص إذن إن شاء الله في الأسبوع المقبل ستكون هناك تواريخ جديدة إذ ستقدمونا إن شاء الله نحو الأسبوع الأول من غش إذن كل الأشخاص من المغرب ومن البلدان الأخرى سيبدأون بالتوصل بالرد الخاص بهم كل الأشخاص الذين قدموا تأثيرتهم أو معلومتهم البيميترية في الأسبوع الأول من غش والأسبوع الثاني من غش كذلك إذن إن شاء الله حتى الأسبوع المقبل سنوافقكم بالمعلومات الجديدة إن شاء الله إذن انتظرونا في الأسبوع المقبل إن شاء الله شكرا لكم على متابعة وشكرا على حسن استماعكم وتتبعكم نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم